أنا أشرف محمد ده أنا من حوالي عشر سنين بنعمل الفيشة بتاعت الكربة و بنعمل السلك و بنقطعه و بنصنع الفيشة و طبعا الفيشة دي بالقرسي بتلاتة طرف حاجات منتازة أحسن من المنتجة فيه نعمل حاجات جديدة بنعمل الشفشة والبودي والمطحنة بنعمل لوحة بتاعت الكربة و مشتركات عملنا حاجات كثيرة وبصلنا حاجات كثيرة و دلوقتي شغلت الحاجات بس بنشترك والفيشة لو فيه حد عايزي مويننا و نعمل مبتدات كثيرة و مشروع أكبر مباشرش كده فيه مقهد و قلنا له مكنة بكده و زبطناها و غياناها و نسلمناها هناك و علمنا الطلبة هناك و بلنا معه بتاعترض تشكر و غاية و عيونه كده تمام و مشينا و كنده واحد و قريد ماغه و فيه ناس بتبقى دماغه متفتحة بأي حاجة متقبل انه ممكن بيجي يتكلم أنا أعز كذا ينفذونا حاجة و فيه واحد بقى فكره محدود و تواقف عند حاجة معينة احنا ممكن ننفذ بأي حد اي حاجة اي منتج هو عايزه ممكن نتعاوى مع احنا عايزين نعمل دي و احنا عندنا فاصل هنا الكميات عالية و عندنا ناس بفيها من مكان أحسب من مكان اللي بتتورق من بعض و فيه ناس هنا عندنا فاصل فيها فكرة عالية و ناس كوريسر بس فيه اللي يشجعها فيها عدة سهلة كتيرة زي المفتاح بتاع المشترك دماغه و ممكن نعمله هنا و نستورق منه مرايين الترامل اللي هي بتركب المشترك الفياش اللي بتنزل المشتركات اللي تيجي و غيرها و حاجات كتيرة و الفوريس بتاع رمضان و السرياب بتاع رمضان و حاجات كهرباء كتير و ممكن نعمله هاي عشان الموضوع كتير في نفس الوقت نشتغل عشان نساعد و اكتر حاجة نشتغل عشان نساعد و اي حد بيجي بيحتاج مساعدة لا يفش نفش بيحتاج مساعدة في المكان بيحتاج مساعدة في المادة بيحتاج خبرة في التصنيع فاتبالك فعندنا الحمد لله عندنا عندنا فكرة فكرة عادة و طبعا خبرة من 25 سنة في التصنيع في ناس بقى فكرها محدود عندنا فبدأنا متغيرت احنا عندنا مجاسفة مجاسف في اي حد و عندنا مجاسف في التصنيع و عندنا الحمد لله في طاعة عندنا ربنا مدينة ربنا نحنين كنهم اي حد نعم